اشتركوا في القناة 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 رغم ان احنا هنروح بعد كده طريقنا رايح مجموعات صعبة طريقنا رايح طريق مغرب وكاميرون وترتيب المباريات كده وكانت الجزائر بس افتكر ان الجزائر مش عايزة قابلها دلوقتي فممكن تطلع تاني فنبعد عنها نبعد عن المباراة القوية في الوقت الحالي قوي جدا طبعا وعندهم لعبة على مستوعي جدا وعندهم هدفين بشكل كبير جدا وفريق منظم جدا اشتركوا من اقوى الفرق اللي في البطولة الحقيقة والمجموعة نفسها مجموعة صعبة مش سهلة انا متوقع ان سيرليون بكرة هتكسب غينيا انا متوقع اتعدت معاقه فرقتين انت لما تيجي تحسبها كده هتقول ان سيرليون تعدت مع الجزائر وتعدت مع كودفورد افضل فرقتين فالاسهل بالنسبة لها هو غينيا ده الاسهل المنطق بيقول كده كرة القدم فيها حاجات كتير لكن ده المنطق معهم الجزائر وغينيا اللي كسبت الجزائر وكودفورد مجموعة صعبة جدا 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 تمام مقارنة طبعا بمجموعة منتخب مصر انا بشوف ان مجموعة الاسهل في البطولة السودان يعني فرقة يعني فرقة بتكون نفسها لسه برضو يعني ما عندهش الخبرات الكبيرة اللي عيبس الناس صغير عاملوا جيم قدام مصر مش وحش غينيا برضو فرقة برضو يعني امكانياتها قليلة وفرقة مش مصنفة انها تسعد او تروح في حتة بعيدة المنتخب المصر الحمدلله احنا محظوظين الحمدلله يعني احنا وانا زمال كابتان عادل في المجموعة دي مفهاش غير نيجيريا انت كمان رجعت الثقة نيجيريا او في فبرالف تتحيا تكسبك وتعمل علي الجيم كويس اوي خليتها تخش بشكل كويس في البطولة تكسب الماتش اللي بعديه النهاردة كمان بتكسب بتأكد امكانياتها وتأكد قدراتها وتصنف نفسها وتحط نفسها او بتثبت نفسها مع المصنفين يعني احنا قبل البطولة بنقول مصر نيجيريا مين فينا هيروح للتصنيف الاول وكنا بنتمنى ان احنا نروح على حساب نيجيريا للتصنيف الاول النهاردة لأ بتثبت ان هي من الفرق الكبيرة فعلا والفرق المرشحة للبطولة كاميرون نيجيريا كوديفوار المغرب الجزائر تونس اعتقد هما دول الفرق المرشحة انها كمان توصل لأبعض نقطة في البطول فكوديفوار ليس فرقة كبيرة وفرقة محترمة وفرقة عمدام كدت وعندها سرعة كبيرة جدا لعبتهم سرعة وقوية انت مشكلتك لما بتلاعب الفرق اللي عندها سرعات تمام لما بتلاعب فرقة زي المغرب فرقة عندها سرعات عالية جدا 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 عندهم تحول سريع جدا 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 عندها كل حاجة المغرب سمعت المعلق المباراة المغرب الأخيرة اللي تعادلوا فيها اتنين اتنين قالك احنا غير مؤهلين تماما ان احنا ناخد البطول لا هو عاوزين يعدوا كده خطو خطو لا المغرب من افضل العناصر اللعبة عند جميع العيبات تخيل ان انا متفرقتش على المغرب غير مثلا نص ساعة من اول مش عارف ليه بس يعني كل حاجة عندهم منضبطة عندهم نمط جثماني عالي اوي لعيبة محترفين على الاعلى مستوى مهارة عالية جدا بس انا عاوز ارجع على البلال في حتة بتاعت مجموعة الجزائر هي مجموعة الجزائر مجموعة قوية ولكن اللي قرب المسافات ما بين الفرق ارضية الملعب يمكن من اسوأ الملاعب ان هم احنا شفنا امبارح المنتخب الجزائري والمنتخب ساحل العاج قدموا اعتراض على الملعب في ارضية الملعب هي دي انت عارف انه دائما شمال افريقية لما بيجي لعب الفرق الافريقية لما انت بتبعد بمهارتك عنهم لانك انت انت بتلعب في ملعب كويس يعني انت لو لعبتهم مثلا في الملعب اللي كانت زي البطولة العربية كانوا بيلعبوا في البطولة العربية هتلاقي الجزائر بشكل اخر وهتلعب مع الفرق دي بشكل اخر لكن ده قرب المسافات ما بينهم لانه اللي بيدافع محتاج ملعب سيئ اللي بيهاجم محتاج ملعب كويس فعلشان كده قربت المسافات لكن لكن ارجع بقى فرقة المغرب من افضل الفرق اللي فيها ثلاث خطوط من اقوى ثلاث خطوط في الماء يعني عندهم اشرف حكيمي كبقرة عندهم سردبكين نمط جثماني يعرفوا يلعبوا بدمغهم عندهم خبرات كبيرة يكفي ان في اكتر من اللاعب في المغرب انت لو شفت السراعات بتاعتهم والتحول تحولوا بسرعة رغيبة من الدفاع للهجوم ومن الهجوم للدفاع عندهم وعي تكتيكي لانهم بيلعبوا في اعلى هي حتة بس للمغرب طول عمرهم روحهم ازاي روح جزائر تونس جزائر مصر روحهم اقل شوية لان اللعيبة دي كلها احنا كنا زمان لو 2006 لو تفتكر فكانت لعيبة المنتخب المصري او 98 اول ما تخلص البطولة هيعيشوا في وسط المصريين لكن دولا ما بيروحوش بيخرج برا على طول فهو ما عندوش الحتة وبعدين بيلعبوا في اندية كبيرة بيخافوا على رجليهم ولكن هم عندهم تصميم البطولة دي يشتغلوا بصورة وعندهم مدرب اول مرة يشوف مدرب مغرب على انتقادات غريبة جدا عشان هو شرس لان المنتخب المغربي زي المنتخب الغاني اكتر منتخبين كانوا في افريقيا كلهم اللعيبة اللي بتتحكم في المدرب من زمان حتى المنتخب الغاني ولاد عبيدي بلاي هم اللي مبوازين المنتخب او حد يقول ان المنتخب غانا يخرج عنده بنت واحد بس المنتخب غانا بقاله فترة وحشة عشان هم محتلين محتلين المنتخب انت عارف اخر فترة كان بيلعب سموه جيان سموه جيان وكان اكتر من لعيب كانوا محتلين المنتخب لانهم ما عندهمش ادارة الشرسة يعني ما لهاش انياب في الوقت الحالي عارف انت الفرق الفريقية بتعملها بيجي لها وقت البيج بتاعها بعدين تنزل بالزبط وبعدين ترجع بعدها فترة كبيرة تروح ونيجيريا برضو عشان دال الاتحادات ما عندهمش الحتة بتاعت التنظيم اللي ابعت زي مصري مثلا احنا لو كلمنا على مصري طول عمرنا نعرف نلعب البطولات المجمعة ما تعرفش تلعب المشاة اللي على بعد لانك ما بتعرفش تحضن لو حضرت كويس هتلعب بنفس امكانيات البطولات المجمعة لكن البطولات المجمعة بتبقى موجود جوه الاوتيل اللي عيبة نفسها روحها العالية اللي لما نفسها هو ده اللي بيحصل انك انت بتقدر تعمل بطولة كويس لكن لو اضبط يعني مثلا انا بخاف يعني المطشين بتعقس العالم يعني انا اتمنى اتمنى ان في الوقت الحالي يعني احنا كنا كل المصريين بيتمنوا ان نقع مع ناجيريا صح دلوقتي عاوز تبايد عنها ما كان المرة اللي فاتت ان احنا كنا بنتمنى قبل البطولة بندور على واحدة من الخمسة فقولنا نيجيريا النهاردة احنا بنبايد عنها يعني نفسنا نبايد بس انت عايز تبايد عن الجزائر عايز تبايد عن الخمسة عايز تبايد عن الخمسة عايز تبايد عن الجزائر والمغرب والسنغال وتونس ونيجيريا احنا نتمنى نوصل من غير ما نعمل ايه ما هو مشكلة اللي انت اللي وصلك كده مين اللي وصلك انك انت توصل للدرجة دي اداءك الباهت في البطولة العربية واحد اتنين اداءك الباهت في المطشاة بتاعكس اقول لك يا كابتل انا وجهة نظري ها معرفش انت معي او لا في الموضوع ده مباراة نيجيريا لو كنا عملنا مباراة منتخب نيجيريا بشكل كويس كان الموضوع بالنسبة للعيبة كلها كانت اختلف وجهة نظر طب بس اقولك على الحاجة اسليم انت جالك فرصة انك تعمل مباراة غينية افضل بكتير صح؟ غينية؟ طبعا يعني انت لو استثنينا نيجيريا وقلنا نهاية فرقة كبيرة فانت جالك الفرصة بس البدايكت في الكلام ايه كابتل عيد القلي قالك اللي خل فوق نيجيريا احنا انت لو كنت برضو كسبت نيجيريا او تعادلت او تعادلت بمستوى جيد صح او حتى اتغلبت بشكل كويس فكنت هتشوف مطش غينية كويس وحتشوف مطش السودان افضل او اخد بالك او اتغلبت بشكل كويس او اتغلبت حتى بشكل كويس يعني ما هو الجزارة غلبت من غينية حد اللي اتفرج على الماتش اه لا تمانية واحد المطش اخلص ستة واحد اه اكمل فرص ثلاث كورات في العرض كابتن واربع انفرادات واثنين واثنين هيدر انا دخلت على المواقع بالماضي اه دخلت على المواقع الجزائرية بعد الماتش لا ماش يعني ما كانوش بينتقدوا جامد بينتقدوا طبعا بس المواقع الجزائرية الصحف الجزائرية وبعدين عندهم دايما انخلاف مع جمال بالماضي فبيستنولوا عليه حاجة طبعا طبعا لا هو زي زي انت قلت ان احنا لو كنا دخلنا مطش نجيريا كنا هنعمل اداء كويس اه انا موافقك تماما ولكن عمرك ما كنت هتدخل مطش نجيريا تعمل اداء كويس ليه لاني التأليف اللي بيتألف التشتكيل بتاع الفرقة ما يخلكش تعمل وبلايل برضو والنهاردة عبدالله كان بيلعب ايه جنب محمد صلاح جنب محمد صلاح كان بلعبونجليفت طب والنهاردة لا انا بس عايز اعرف النهاردة تحديدا هو عبدالله كان بيلعب ايه اصدك تقول دوره ايه او دوره ايه لان انا احادت طول المطش على فكرة انا انا مش حاسلم عبدالله برضو ما هو خلينا نتكلم بمنتهى الصراحة لانه فيه ناس بتقولك عبدالله طب هو انا طب ملعب عبدالله بس قدام الاتنين و بعدين بقى اشوفه اللي هو مركزه للحقيقي الاصلي لكن انت بتلعبه انا شايف عبدالله بيلعب على الخط راحت الشمال جديد يا جماعة الموضوع ده انا ما اعرفوش هو الوحيد اللي بيعرف عبدالله لعب ايه هو المدرب ده الوحيد اللي عرف لكن احنا مش هنعرف لانه هو ما بيلعبش في حتة انا مش شايف علشان كده انا بقولك التأليف نرضى حتة تأليفة كده لازم يعملها يعني انت بتدي لمحمد شريف بعد مصطفى محمد اي مدرب بيصنى في اللعيبة و بيرقامهم عنده في البطولة مثلا مصطفى محمد المهاجم رقم واحد لانه لعب المطش الاولاني ولعب المطش الثاني ولعب المطش الثالث فالرقم اتنين اللي بعده سين من الناس كان محمد شريف تمام اوكي مصطفى طلعي فروض محمد ينزل المطش الثالث انت اديت لشريف الاولاني و اديته الثاني اجزاء قليلة لكن المطش الثالث ايه الفكرة ان تدي مروانه و ما تديش للشريف يعني حاجة يعني هو لازم يعرف انه اللعيبة العرب والمصريين و دي كان واجب انه يتكلموا معا الادارات الاتحاد و المساعدين احنا غير الاوروبيين الاوروبيين لما بترقموهم بترقموهم بفلوسهم بمعنى ان ده بياخد مئة مليون لو نزل لو قعد والتاني لعب و جاب سبعين جن ابو مئة مليون هيلعب احنا متفقين لكن انت دلوقتي محمد شريف دلوقتي احساسه كالعيب ايه لو انت احتاجته افرد مصطفى محمد لقدر الله جاله كورونا او شد بعيد عنه يعني طب مين اللي هيلعب رقم اثنين ولا رقم ثلاثة انت لغ بطينا هنا هو مصنف يا كابتن هو مصنف ولا اي حاجة هل هو مصنف اللعيبة يعني النهاردة زي ما اسلام بيقول بتلعب اصلا ب عبدالله السعيد ان شاء الله جوب يا ابتعد مشكلة انا بمعندش مشكلة حال انتأصلا عندك طريقة لعب واضحة معنديش طريقة لعب واضحة اربعة، تلتة、 تلاتة، ولا اربعة، تلاتة،armaثرة لا يا اربعة، تلاتة، تلاتة طبعي كانت تلا留ذو غيرت الطريقة الأمر tiene que taque اوانت spicy ابدالله سعيد في الملعب مهوا 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 أنت بتضحك علينا نفسك يعني بتضحك علينا احنا كمشاهدين ولا أنت كاكروش بتضحك على نفسك يعني أنا النهاردة الكواليت بتاعت اللعيبة وإمكاناته وقدراته هي اللي أنا وانا قاعد بتفرج بقول النهاردة الرجل بلعب كذا صح ده طبيعي ده طبيعي منفعش تقول لي عبدالله سيولعب وينج طب هل تلعب وينج ازاي استحالة يعني مش في قاموس كورة الحاجر والله والله النهاردة عبدالله العب يعني كل استلاماته من بره لأنه عبدالله الرتم بتاعه هو رتم استلام في الحتة الميتة جوه فوس الملعب اللي هي ما بين المهاجمين وبين نص الملعب دي الحتة بس هم قفلينها كابتن كويس النهاردة السودان قفلها كويس عبدالله متواجد فيها هيستلم كتير لما صلاح اتحرك فيها وتعاملت له كرة الوحيدة اللي عملها عبدالله لما صلاح اتحرك صح وكان واقف عبدالله صح وكرة تحت رجله صح عملها لمحمد صح وبس اتوقف اتغلب هو احنا نرجع لحاجة مهمة المنتخب والنادي مدرب المنتخب ومدرب النادي مدرب المنتخب المدرب اللي بيبع عنده القماشة كبيرة فبيفرد طريقة لعبه على القماشة بتاعت بلد انت بتكلم عندك مثلا 300-400 لعيب بتنقي منهم على طريقة لعبك لكن في الوقت اللي في النادي انت عندك لعيبة فبتعمل الطريق على قماشتك على لعبتك بس لكن هو الرجل ده مجنني في حاجة انك انت حتى لما لعبت البطولة العربية المفترض انت بتعدي للبطولة الافريقية انا ما شفتش اهداف البطولة العربية اتعاملوا في البطولة الافريقية لا يا كابتن اهداف ايه النهاردة انت دخلت بالبطولة العربية بشكل اللي هو ايه انا يا جماعة جاي قيم اللعيبة اتفرج عليهم اناقي اختار تمام مش داخل بتعمل بروفا يا كابتن فرق كبير يعني هل اللعيبة اللي لعبت النهاردة دي هي اللعيبة اللي لعبت في بطولة العربية لا لا طبع لا طبع فبالتالي مش بروفا تمام يعني دي مش بروفا يعني لما نيجي نقول البطول العربية كانت بروفا لا لأن اللعيبة مش هي اللعيبة خالص هو مخدش غير مروان محمدي بس ومش أساسي لا مش أساسي ومش أساسي يعني صح مخدش حد محمد عب منعم مش أساسي لا عب منعم مفيش وحجازي لا أنا أقصد كمان عبد المنعم كمان عبد الواحد وعمر كمان عبد الواحد وعمر لو لا إصابة أكرمت وفي مكانش هيبقى موجود بشكل أساسي حتى المبرال اللي فات بموراة نيجيريا يعني محمد عبد المنعم هو اللي كامل ولعب رايت باك أو باك رايت فالنهاردة إسلام هو الراجل يعني بياخدنا في حتة مختلفة تماما يعني هو مش محسسك مش محسسك أنت أو أنت قعب بتتفرج هو عايز يعمل إيه يعني النهاردة في البطول العربية أنت رايح بتكتشف اللعيبة ولا بروفا بالنسبة لك بتأهل نفسك لبطولة أفريقيا ولا أنت رايح تعمل إيه فيها بالزبط ولا رايح تقضي واجب هناك فواضح أن أنت لا اكتشفت لعيبة تمام لأن أنت ما عندكش حد ما جبتش حد يعني حتى يعني اللعيبة اللي ظهرت بشكل كويس في البطول العربية ما تمش اختيارها في بعض اللعيبة يعني شاء الله خلاص من القايمة مش موجود تمام فأنت كراجل أنت كمدير فني المفترض أني عندك استراتيجية بتشتغل عليها وأهداف بتشتغل عليها الأهداف بتاعته غير مرئية بالنسبة لنا على الإطلاق يعني هل الأهداف اللي أنت تشتغل عليك كاكي روش أن أنت تصنع جيل لمنتخب مصر يأخذ بطولة بعد كده هل هي دي؟ لو دي إحنا مش فيناش حد من اللي أنت جربتوهم واشتغلوا معاك بشكل كويس في البطولة العربية مش موجودين في بطولة أفريقيا دي رقهم واحدة كبير في نقطة لعبة كرة اللي هم اتعقدوا معاه قالوا له إحنا مش هنحسبك يعني دي معناها إيه معناها أن أنت عندك أربع شهور سؤال محاكبتن بس في نقطة باس مهمة هم فاهمش يحاسبوه هم هم مش هم يحاسبوه أنا فيه سؤال هترحه عليك وتقولوا لي هو المدرب بيبان شغله بعد قد إيه وقت المفترض أنت اللي تقولين ست شهور على الأقل أربع شهور لو منتخب بيبقى ست سبع شهور أو سنة لو نادي بيبقى من ثلاثة لأربع شهور علشان عنده مباريات كتير تمام أنت الراجل ده جيه عندك أربع خمس شهور أنت جايك بتقول لنا يعني أنت بتحب بلدنا كتر مننا يعني أنت جايك أعمل لك وجيل بس أنا أقول لك ده سلك الأجانب الأجانب بيعملوا إيه لما يتكلم معك على هدف يعمل عنصر آخر يساعده أنه هو يطول معاك بمعنى أنك أنت قلت له في شهر ثلاثة هتنتهي ألقتنا بيك لو مرحناش كاس العلم فهو حب أنه هو يوريك أنه بيعمل لك جيل كمصر علشان لما لقدر الله يحصل إخفاك يقول لك إيه يقول لك لأ نخليه كمل المشروع اللي عمله لكن الكلام ده مش هينفع معاني التسويف يعني أصدق يعني هو بيبص لأبعض نقطة ممكنة بطولة العربية لا مش بتاعتي طب يا فريقيا لا ما انتفادش عليها تماما احنا رفين يا جماعة في كاس العلم كاس العلم والله لسا ما خدش فرصتي لأ وأنا بعمل لكم جيل جديد هو بقى بيفكر هو اللي بيقول كده يا كابتن جيل جديد أنا بقول لك اللعيبة اللي كانت موجودة معاه حتى اللعيبة اللي تقلقت معاه في البطولة العربية مش موجودة أصلا مش موجودة في الليستة أساسا بتاعت البطولة الأفريقية مش موجودة أصلا كمام كيف ماخدش طارق حامل في الوقت ده في بطولة زي بطولة أفريقيا في طريقة لعبه في طريقة لعبة شفت القوة يا كابتن مش هنتكلم عن طارق خليك في مجدي أفشل نهارد انت مثلا عندك حمدي وعندك السلية وعندك النيني ثلاثة هايلين الحقيقة بصراحة يعني ما تحسش ان فيه يعني بغياب طارق مثلا الحال إنما النهارده لما تبقى انت في وقت من الأوقات النهارده بتشتغل بلعيب صانع ألعاب ويبقى عبدالله بس السعيد هو الوحيد اللي موجود عندك ولما تغيره تغير طريقة اللعب يبقى انت فيه حاجة فيه حاجة في الفكر مش مظبوط يعني فيه حاجة في فكرة كنت مش مظبوطة النهارده أنا محتاج أكثر في بعض الأوقات يبقى محتاج واحد زي عبدالله كده البليميكر بس الجاهز اللي عنده سرعات اللي قدر يشتغل عصلا برضو يعني غريبة بجدام برضو يعني بصراحة معرفش أنا بشوف أنه هو يعني ليه ليه المدرب دايما بيبقى وممكن برضو الكابتن عادل يقول لنا لأنه طب ما نلعب زيزو زيزو أفضل حد يقدر يجيب اللي هو الطريقة اللي هو عايز يلعب بيه السلياء هو بيعافر يعني يمين وشمل لكن زيزو هو الوحيد أقرب واحد من المجموعة اللي موجودة يقدر يلعب في المكان طب ما تلعبوا ويجربوا ده كلام مزبوط وأسرع لعيب وبينزل يعمل لك أداء كويسة لا وبينزل يعمل لك أداء كويسة لا وبينزل وعنده شخصية مورات نجريا قدم مورات نجريا قدم مورات نجريا بطر نجريا العمل نقلة نوعية في الماتشة كابتن شوال عمل نقلة نوعية وعنده سرعاته لكن عبقرية كروش لما نزل واحد بيعمل كروس طلع مصطفى ومنزل لا أنا هقول لك مرضا كمصطفى موجودة هو بس ما تعملوش ولا أبر برد لا يعني أنا هقول لك إنه هو الرجل ده تفكيره اللي هو إيه لتفكيره أولا تفكير حارس مرمى كابتن أيوة احترمنا يا سلام ماشي لحباس المرمى وانا 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 حارس مرمى إذن مرمى لا 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 بس تفكير حارس مرمى تاخد بالك لو إيه يعني لا الناس بت ها أنت بترد علي قبل ما رأس لا لا يعني خد بالك موضوع هو هو بلال بيصير موضوع أنه هل المدرب لما يكون حارس مرمى يبقى مدرب كويس أنا هقول لك أكبر نمازج اللي كانت موجودة بادوزكي ما نجحش نجح كبير زوف ما نجحش نجح كبير مع أطاليا ده حقيقة ميشيل بردوم ما نجحش اللي في الدول العربية الخالجية مع الشماب السعودي خد دوري بس وبعدين مع أكسير في فرنسا ما نجحش نجح كبير فأنا من وجهة نظري أني مدرب الحراس ما بقاش عنده ملكة المدربين اللي هم بيبقوا لكنهوش نجح نجح فين نجح مع كولومبيا سوري مع إيران خدش بطولة مع إيران خدش بطولة مع إيران لأ وصل كاس عائلة أربع مرات ثلاث مرات ثلاث مراتين مع إيران ومراتين مع كولومبيا أعتقد أو مع هو وصل قسل عائلة مراتين ولكن أربع مرات بس يرام بتوصل يعني بشكل يرام بتوصل على طول من مبادري بتوصل من زمن لا 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 ده هو مراح كان مساعد وبعدين ما هو كان مدرب مساعد مع أليكس فيرجسون في منشستر يونايت كان مدرب أو مدير فني لريال مدريد وبالتالي تم تكلمني على شرط الجزائب اللي هو حط ما هو الحجة عامر حسين أنا سامعوا النهاردة واللنبارح بيقول لك أنا مين قال إن أنا قلت إن في شرط جزائي 42 مليون لا إحنا عوزين نشاهد هي دي حاجة تخفى على الجميع إنك أنت تجيد عقده قال لك لك العقد ومحادي العقد بتاعك كيروش يا جماعة هو محادي شاف ومحادي شاف عالميا مش عيب والله لا مش عيب طبع بسوط قولي إن هو تقريبا قالي الوحيد اللي حقه أو شاف أو كده المهانس خالي بدلندلي لكن على فكرة دي تصريحات شاف إيه شاف العقد أنا حجيب لكم التصريحات يا جماعة ما هو أنا عايز أقول لحضراتكم إن إيه إن دي جماعة التصريحات موجودة في كل مكان يعني عشان بتابع على طول خلي بالك العقود بتاعت المدربين بالذات بتاعت المنتخبات مش من الأسرار اللي هي بتاعت خمسين سنة عشان تتكشف أسرار يعني دولة لا ده أسرار عادية خالص يعني أنت بتتكلم على مدرب بياخد كذا وبياخد كذا وبياخد كذا وبياخد كذا أنت يعني المفترض ده مش نادي يا كابتن ده متخب يعني على المفروض يبقى العقد على مرأة ومسمع الجميع الأندية دايما الأندية دايما بتخش تحت لو نادي خاص أو نادي نشتبع الدولة فده ليه حسابه الخاص لكن ده دولة أنت بتتكلم يعني إحنا تكلمنا لو فاكرين إحنا تكلمنا في إنه مدرب مصري ولا مدرب أجنبي وبنتكلم على المدربين بياخدوا المدرب الأجنبي بيجي ياخد كتير الحاجة عامر هسين أي لإيه لم أتكلم عن الشرط الجزائي لكارلوس كيروش لإني لم أراه مال من الشافة ده هو بس أنا بس أنا بقول لك أنا شفت الرجل ده مش يجل بالعقد ده لإنه ساعتها كان مين اللي بيتعقد معاه أولا كانوا عايزين يتخلصوا من حسام البدري بأسرع فكانوا عايزين يجيبوا مدرب سريع فالراجل ده عمل معاهم اللي هو عايزه بدليل بدليل إنه مفيش دولة زي دولة زي مصر أقوى دورة في أفريقيا دولة في أفريقيا في كرة القدم دي حقيقة بالأرقام و مرشحة وأقوى دورة عربية بالتالي في كرة القدم المفروض في منتخبها بالأرقام إنك إنت تيجي تقول لي عندي بطولة عربية وبطولة أفريقية أنا مليش لازمة فيهم أو مش أخدهم إحنا مش بلد قليلة ولا صغيرة إنك إنت تيجينا علشان تلعب على كاس العلم بس لا طمحنا لازم تلعب على جميع البطولات وكل المراحل تشتغل فيها كويس فهم كانوا حابوا إنهم يتخلصوا من حسام البدر دي واضحة تماما أنا أحمد مجاد وعايز أقول لك حاجة أنا كابتن معلش أبقى أطعك أنا سمعت التصريحة أسمعفش أنت سمعت أو لا فينجادة بيقول لك ما عرفش ما عرفش موضوع مين تعاقد مع كروش وتعاقدوا مع فنجادة ده كمان مشكلة كبيرة فينجادة بيعمل مدير فن الاتحاد يا كابتن اللي بترد ده بيرشح عارف طبعا 65 ألف دولار ده بيتقوني بيعمل إيه فأنا بقول لك ده مدير فن الاتحاد أيوا ما حدش بيشوفه وبعدين أنا عايز أقول لك على فكرة على فكرة يا كابتن عادل أنا مش مهم أشوف مدير فن الاتحاد أنا المهم أشوف شغل مدير فن الاتحاد أنا أبتكلم علي شغله أجحة شغLS يعني من أعطاق يعني المفروض دين. الحاجة الوحيدة اللي رشقها. الراجل اللي طلع تصريحها كابتن قالك أنا ما عرفش مين وتعقدته مع ازاي. ما عرفش. هو الصراحة اشتغل واكتهد في عقد واحد بس. اللي هو لما. عقده. لا. لما قالك احنا. يعني لما قاله احنا مشينا الكابتن شوء غريب. أما رجع الكابتن شوء. وبعدين رجعنا شوء غريب. هو مرجعش. هم عارف. في زمان القضايا مثلا ايه. يلبس هل ده. القرار ده. لبسه فنجادة. بمعنى. انه فنجادة هو اللي قال. فحنا بنسمع كلام فنجادة. طب ده الراجل المنتخب الاول. انتو ما جبتوش على طالما انتو جايبينه. بقالك أنا اطلع قالك هو مين اللي جاب الراجل ده. ايو لا صح ما هو قال كده مبارح. او الله. انا سمعت بقى. مش هو قال كده. مين اللي جايبه. قالك قالك أنا ما عرفش مين تعقد مع. مع كالوس كيروش. ومعرفش مين ماشي حسام البدري. لم يتخذ رأيي بالزبط. لم يتخذ رأيي في موضوع الكابتن حسام البدري. يعني يعني الموضوع الصراحة. احنا. طب ما نرجع للكورة تالي. انا كده هنتو. انا كده هنتو. انا كده هنتو. انا كده هنتو. هرمنا. هرمنا. لكن بلال برضو. خلينا نروح لناحية ايجابيات. انت بتحبيل ايجابيات. ما عليك. انا عمال افكر وانا باسأل. انا بقول لك ايه. فاخمال اروح واجي. عشان انت روح لبلا. اذهب. لا ما هو القادمة. القادمة هتلاحبك يا جماعة ما هو برضو. خلينا نتكلم بمنطقية. انت المباراة اللي جاية. هتلاحب كوندفور، يا الجزائر، يا غينية. او سيراليون. الأربع منتخبات يعني ترتيبهم جزائر كوندفور زي بعض أو يمكن جزائر أفضل شوية على رغم نامة وغنية وستراليون برضو قريبين منهم شوية وبالتالي إنت هتلاعب منتخب من أربع منتخبات قوي جدا فبالتالي لازم نروح لمنطقة تانية غير الشكل اللي أحب نلعب به ده بصراحة يعني بص هو طبعا التأهل ده يعني الحاجة يعني طبعا في الإيجابيات فده ده شيء جيد طبعا والمفروض أنه أمر طبيعي منتخب مصر بيتأهل الدورة 16 من 24 فرق إفريقية ده وضع طبيعي وده الحجم وقيمته اسم ومكانة مصر يعني وعندك لعيبة قيمتها أكبر بكتير جدا من لعبة غينيا ومن لعبة السودان يعني القيمة التسوقية حتى كمان لعبة منتخب مصر أكبر بكتير جدا لكن أنت زي ما أنت بتقول يا ستام أنت رايح لحتة مهمة جدا جدا مين النهاردة لما تيجي تسأله في الشارع المصري تقول له لو مصر لعبة كوديفور أو الجزائر أنت تتوقع نتيجة كامة يعني بنسبة 80% هتلاقي ناس بتقول لك لا الجزائر أو كوديفور يكسبوا للأداء نفسه وإحنا محتاجين وإحنا جماعة قلنا قبل كده محتاج وإنت بتكسب تعمل أداء جيد يعني ما يفعش النهاردة أنت الشرط الأول بتقدي بشكل كويس الشرط الثاني أنت ملكش توجد في الثمانتر أنت بلال حتى كمان قلت كلمة مهمة جدا على المنتخب الجزائر اللي هو بعد مباراته الأخيرة حتى مباراته الأولى الأمام سنليون اللي اتعدل فيها والمبارات الثانية اللي اتغلب فيها الإعلام الجزائري مش يعني شايفين أنهم عملوا مباريات جايدة فده معنى الكلام اللي أنت بتقوله بالمنازم طبع طبع فرقة مدع تمن أهداف حقيقية تمانية لا هي فرقة متكاملة فرقة قوية متكاملة بدنيا جاهزين جدا فرقة قدرتها عالية جدا 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 على فكرة الجزائر اللي بكر لو كسبت وغنية عدد التلاتة هيا سعدوا هيبو أربع نقاط أربع نقاط أربع نقاط أربع هايبو أحسن فأنت برضو هتخش في حتة أن أنت هتلاقي فرقة من الفرقة القوية برضو مش القليلة وغني على فكرة غني سفرها كويسة عندهم راس حرب هايل عندهم واحد نص ملعب لعيب هايل جدا وعندهم الاتنين يعني فرقة عندها برضو إمكانيات كويسة وفرقة قوية بدنية عندها قوة بدنية وعندها سرعة برضو بتلعب على هجمات المرتدة السريعة بشكل كويس جدا جدا وأتيح هاتهم في مبارات الجزيرة تلت فرص كانوا محققين للأهداف سجلوا من وعدها ماشا كبسين كابتل ما هو برضو ملعب على الفرقتين لا لا هو بيدافع اللي بيدافع برضو لا لا بيدافع كل جاي انا بشطها زي ما تطور انا اهدافي ايه انا افرد كرة هعيني ماشي صح انا افرد دفاع بس الامر بالنسبة ليه هو بقى جيد مش كده كابتل لا مش جيده بس لا هو في حاجة عزو الهالك في الحتة بتاعت المحة الدفاعية انت المساحات في الملاعب الكويسة انت تعرف تتحرك وتعرف تعمل التيك اوفر وتعرف تعمل اوفر لاب وتعرف تعمل المسيطر والحاجات دي كلها ده الحركة مع الكورة عشان بتقلل ثواني من الباص بمعنى ايه انا لو بلعب في ملعب جيد فبتقلل من سرعتك كمان اه معه الباص لما بيروح لك وبالما بيروح لك انا باخد اجزاء من الثانية استلم علشان اسلم تاني فانا بديك الباص وبعد اما بديك الباص بتفضل تسند فيه بالعافية فبيبقى فيه ضغط فتلاقي حتى لو انت شفت عدد اللعب جوه المباراة في التسعين دي مش هتلاقي كورة جوه الملعب خمسة وتلاتين لاربعين دي هو الطبيعي هو في افريقيا خمسة اربعين بس في الدورة الانجليزي اللي بيبقى جوه الملعب بيلعبه حوالي خمسة وخمسين دي او الباقي كله برا الملعب لكن في الطريقة الملعب ده هي لو الجزائر لعبت اي فرق انا من وجهة في ملعب كويس اصدك في ملعب كويس في المعدي كلها عشان كلامك يعني ااكد على كلامك الجزائر فازت ليه على كاس الأمم الأفريقية الأخيرة في مصر صح عشان ملعب اه عشان ملعب افضل الناس كلها كان بتقول كده افضل تنظيم لكاس أمم أفريقية في تاريخ كاس الأمم الأفريقية كانت تنظيم خلي بالك دفتالة أربع شهور انا برضو قبل بس ما سيبت حضراتكم لأنه مهم جدا الموضوع ده بالنسبة لي مهم جدا حضراتكم كنتوا نجوم في كرة القدم ويما شفتوا أجيال والقابتوا مع أجيال مختلفة انتوا في الملعب اي جيل بتاعكم ما كانش فيه اي او في كرة القدم في العالم كلها بيش اتنين بيتخنقوا مع بعض في الملعب لازم بفيه تحسن طبيعي جدا فيش مشكلة انت بس فيه ثوابت صح لكن بتحسن مش خروج عن النص بس تبقى في خناية طبعا في خلافات طبعا بشر بشر وضغوط بشر وضغوط ده كان مهم جدا عشان برضو أنا من مبارح للنهاردة الحقيقة قال لك أصل وليد سليمان وياسر إبراهيم مسكوا ببعض وعملوا ببعض طبيعي طبعا نحن نتخلق كل حاجة وزي بقس زي ما حضراتكم بتقولوا وفي الآخر لمدير الكرة يعمل اللي هو شايفه صح أو يتناسب مع الموقف اللي هو شافه صحيح صح بس ده طبيعي يعني إن أنا عايز أوصله حضراتكم عبتوا وشوفتوا كرة القدم كرة عبارة عن التحامات يعني أنا بالتحم مع إسلام أنا مش بالتحم معك عشان قطر أأذيك ده هي أنا عايز ألعب فأعز أورد المدرب إن أنا كويس ده حلوة كرة القدم فورد وانت بتلتحم يعني أنك عارف يعني غصبة عنك تخبط في رجلو وتيجي مثلا خبطة جامدة يقع فأنت الساعتها رد الفعل ممكن في ساعتها لأن أنت بتبقى منفعل يبقى صعب شوش في ساعتها لكن الأمر خلاص شكرا خلاص كل سنة خليني يا كبت نقول لك على النحية الفنية في حتة المشاكل دي إنت لما بتبقى تيم كورا عندك قط اللبس مهمة جدا عند المدرب طبع بنقول عليها قط اللبس دي بتحصل اندباط نسبة الخلاف لما تعمل نسبة خلاف يعني آخر خلاف كان حصل في النهد الأقلي من ستة شهور سبعة شهور وبيحصل بعد ستة شهور هنا تلاقي ده أمر الطبيعي عارف الطبيعي ما يبقاش طبيعي إمتى لما أنت عندك كل يومين كل تلت ياب أو كل أسبوع أو حصلت تلت أربع مرات في تلت مباريات متتالية أنت فاهمني فتقدر تقول دي في زاهرة يبقى في تسايب هنا لازم نأخذ نتخذ موقف يترسب مع الموضوع لكن لما بيتبقى كل ستة شهور كل الموضوع حاجة تانية برضو حاجة صغيرة كده أنت الخلاف بين مين ومين آآ اثنين كوبار يعني حال اثنين راسين حربة آآ يعني واحد مدافعات مواجب يعني الموضوع واضح برابع عليك الله بالزبط برابع عليك الله بلالجب من الآخر سنة ده أنا عايز أقول لك أنه أصلا ما فيش الخلاف على مكان ولا خلاف مثلا فيش نفس سنة يعني بالزبط نفس سنة ده خلاف واضح أنه خلاف داخل الملح داخل ما لعبو أحب يرقص واحد رقعت خبط واحد لأن أنت بتكلم في أوليك سلمان يعني وينج وياسر ستوبر خلاص ما ساك فالموضوع بعيد تماما يعني مفوش أي علاقة بس حبيتها سأل في النقطة انت بس الناس سريت الموضوع ده كتير لي دائما الحاجة اللي تتعكر وهي بيضة دائما ببان قوي بمعنى بمعنى لو أنت عندك مشاكل دائمة ما كانش حد تتكلم فيها لكن ده ما بتصدق أنك تجيب حاجة على المكان الملتزم اللي عنده اللي هو الحتة بتاعت اللندبطائية والحاجات دي كلها وإحنا طول عمرنا بنحس إحنا غاية دلوقتي إحنا بطلين كورة لما بنقعد مع الأكبر مننا وبنقعد مع الأصغر مننا بتلاقي الاحترام ماشي زي ما هو حتى في الملعب طيب أخيرا أنا جابت إن المنتخب المصري لو لاعب منتخب غنية الاستوائية هيصل على حسب الملعب ده من وجه الملعب لو كويس ملعب كويس الأرضية الملعب لو كويس لو لاعبنا جزائر أو كوكتفور لأ جزائر أو كوكتفور لا أعتقدش هابقى صعب غنية يبني غنية نسبة 70-30 لينة لمين لينة غنية آه غنية أمر ربول لأهو 70-30 لينة في تفاول أحساب من كده حال الجزائر العكس لا أنا بقول خمسين خمسين عمرنا 60-40 60-40 جزائر أنا معاك وكودفور نفس بس أنا معاك في الجزائر يا رجل ده عدو يلا ما نشوف اللي هيحصل إيه عفوما متبنى يا رب ولك اشتركت في المسابقة نحنا بنعملها بتاعت خانات الأهلي دي لعشان تسافروا المنتيري تتفرجوا على الماتش أنت بس يا كابتن معنا آه لازم أشترك لازم أشترك معنا أنا أخوي من السابق وانت بقى اشتركتش؟ أنا هطلع مغير اشترك نورت وشرفت يا كابتن العاد نورت وشرفت يا كابتن العاد شكرا جزيلا للنجمين الكابرين حسين هطلع فاصل وبعد الفاصل هستقبل الأستاذ محمد أبو العلا طبعا التضمن الاجتماعي خلاص يعني خدنا على الفقرة دي كل إسبوع يوم أربع كل يوم أربع دايما بيبقى معنا الأستاذ محمد أبو العلا علشان يسحب لنا من سيكون الفائز التالت اللي حيطلع مع قناة النادي الأهلي علشان يتفرج على مباراة الأهلي ومن تالي بعد هذا الفاصل هنعرف من هو الفائز التالت ترجمة نانسي قنقر